أهلا بكم من جديد مشاهدينا تستمر الكتلة الهوية الجيدة حرة في السيطرة على أغلب المناطق الجنوبية طيلة نهار اليوم حتى الأيام القليلة المقبلة بدرجات حراجة قياسية تتعدى عطابة الخمسين درجة مئوية تحت ظل كذلك مشاهدينا مراكز رزل الجو العالمية الأخرى تستمر في تسجيل المناطق الجزائرية كأحر مناطق في العالم لنهار اليوم الثلاثاء بالنسبة للمناطق الشمالية يرتقى بحول الله بداية من نهار اليوم إلى غاية يوم الغد الأربعات تسجيل نوع المناطق منعش خاصة خلال الفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية وهذا بسبب هبوب تيارات شمالية إلى شمالية شرقية مع نزمات بحرية لتعمل على تلطيف الجو بالمناطق الشمالية للبلد خاصة الساحلية منها لتعود الأجواء الحرة ونحن نسجد إن شاء الله موجة أخرى جديدة بالمناطق الشمالية بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم الجمعة على أقل تقدير وحتى تكون أجواء جد حرة في بداية الأمر أقول على المناطق الغربية لتنتقل الكتلة الهوائية الحرة من غرب البلاد إلى وسط وحتى شرق البلاد وهذا يوم الجمعة إن شاء الله نشوف التفاصيل مع بعض البداية بأن نشرية الخاصة التي أصدرتها صباحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها على استمرار تسجيل ارتفاع قياسي وموجة حر شديدة بدرجة حرارة تعدى عطبة التسعين وأربعين درجة مئوية تحت الضل لتستمر إن شاء الله إلى غاية يوم غد الأربيع على أقل تقدير عبر كل من ولاية تندوف أدرار إن صالح وكذلك ولاية تيميمون بالإضافة للنشرية الخاصة مشاهدين هناك تنبيه من الدرجة الأولى فيما يخص تسجيل تقص حار ودرجة حرار قياسية على مدينة بن عباس إليزيتامانرس وبورتبج مختار وهذا بداية من الساعة التاسعة من صباحة اليوم لتستمر الأجواء الحارة إلى غاية ساعة التاسعة ليلا مشاهدين الآن نحشوف كذلك مراكز الرسل الجوي العالمية لنهار اليوم الثلاثة هي الأخرى قامت بتصنيف خمس مناطق جزائرية كأحر مناطق في العالم واحتلت بذلك المناطق الجزائرية المراتبة الأولى مدينة أدرار المرتبة الأولى بـ 48.7 درجات تحت الظل تليها في المرتبة الثالثة إن صالح بـ 48.0 درجات ثم مدينة تيميمون بـ 48.0 درجة واحدة تحت الظل بالنسبة لبناء عباس المرتبة السابعة بـ 47.7 درجات ومدينة تندو في المرتبة العاشرة بـ 47.3 درجات نلاحظ المناطق الجنوبية تحتل المراتب الأولى كأحر مناطق في العالم من بين 10 مناطق في العالم لنهار اليوم الثلاثة الآن مشاهدين نشوفوا مع بعض بالنسبة للتوقعات طويلة المدى وهذا حسب خارطة الضغط الجو بداية من يوم غد الأربع على غاية يوم الجمعة الثاني من شهر أوت إن شاء الله نلاحظوا يعني تستمر الكتلة الهوائية الحرة في السيطرة خاصة على الجهة الغربية للبلاد الشمالية وحتى الجنوبية وتبقى ديما درجة حرارة جد قياسية خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة على الجنوب الغربي بداية من تيميمون تيندوف أدرار حتى على إنسالح ووصول لغاية برج بجي مختار وإنجزام نلاحظوا كذلك مشاهدين يعني يوم الاثنين تساعة وعشر من شهر جويلية إن شاء الله نمدع شهر جويلية بموجات حر يعني سلسلة من موجات الحر رح تشتاح المناطق الغربية الشمالية وحتى الجنوبية وكذلك جزء من المناطق الوسطى الغربية للبلاد حتى تكون هناك درجات حرارة جد قياسية خلال الأيام القليلة المقبلة يعني مع نهاية شهر جويلية قدام الأجواء جد حرة إن شاء الله على أغلب المناطق الغربية الشمالية وحتى الجنوبية للبلاد وهذا دائما في ظل تمركز مرتفع قوي للضغط الجو على أغلب ولايات الوطن يعني نفس درجات الحارة بقى دائما مستمرة خلال الأيام القليلة المقبلة يعني إلى غاية نهاية شهر جويلية نلاحظوا مشاهدين تستمر الأجواء الحرة ودرجات الحرة جد قياسية في التسجيل على المناطق الجنوب الغربي وكذلك وسط الصحراء وتنتقل الكتلة الهوائية الحرة بداية من يوم الاثنين المقبل 29 من شهر جويلية إلى المناطق الشمالية الغربية وكذلك الوسطى للبلاد الآن مشاهدين نمر إلى حالة البحر نتعرف مع بعض حالة البحر بداية من يوم غد الأربعة على غاية يوم الجمعة إن شاء الله نحظوا يوم غد حيكون بحر هادئ وجميل على السواحل الغربية وإلى قليل الاضطراب على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية بالنسبة ليومي الخميس والجمعة إن شاء الله حيكون بحر هادئ وجميل على طول الشرق الساحلي مع رياح ضعيفة لن تتعدى سرعتها 30 كم في الساعة وجهدين بأدي التوقعات تصل لي طيول قد حول الضربية